اوبنا مايند خس ما دم يكون تفتح اوبنا مايند تي تصاح بما تي تصاح بش المثلية تي صوم رمضان ما تي جمس رمضان خس ما دم يكون اوبنا مايند على التانية قبل اي حاجة جي عرفت هي السيشة مدلها دراها دي دي ال اوبنا مايند وانسان يكون تفتح كتبلك زوينا وفكر زوينا وشبابية وتحرورية ولكن الرا اخطر فكرة كيدا اللي كتقود الانسان الاباحية عشان الاباحية هي خليني من الحلال والحرام والدين والعادات والشرائع والقوانين حيدي يدش كل شي وخلينا نعيش الحرية دي النا في مجتمع بين قوسي مجتمع غابوي كل واحد يدير اللي بغى فهذا الكلام تهدم جميع القيم والمبادئ والاخلاق اللي كي نفسي مجتمع إذا كتقول لي السيردوان هاد السيد اللي تيقول اوبنا مايند يجب معناه انه يعيش مثلا معنا مثلي اللي مثلي اللي مثلي اللي مثلي اللي مثلي اللي بصاحب راه مصاحب اللي كاد اخص مدام يكون جديد وهات جديد وانا نجيب اي حاجة جيه من الغرب وانا احنا مع كامل اسف بزاف تعال الناس كيتشببو بالغربي في المسائل اللي خبيتها ومسخها ما كيتشببوشهم في التطور في التكنولوجيا في العلوم الله عز وجل او داعف الناس واحد لفطرة ناخدوه هي مثال بسيط الانسان واش ماشي من الفطرات عدوه انه يكون نضيف 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 ماشي مستخ يعني وثلي مستخ انسان ساوي عادي اللب كذلك راكينشي مسائل فطرية كتحارب تطور وكتحارب هذه المسألة ديات الاوبنا مايند زي دا السيشام ان الاوبنا مايند عقلية متفتحة تفتح اخوية في العلوم كون اوبنا مايند في القراية كون اوبنا مايند في الخدمة طور ذاتك خدم على راسك طور مجتمعك دير شي حاجة دياتي اوبنا مايند غير في الوسخ وفي العهر وفي الفجر وفي الفجر مايند ماشي اوبنا مايند هذا اوبنا مايند كلاوز مايند وعادي حاجة انه ضحة الله يضيف بخير اخوين نختموا به حسنا نعتزوا بعدهم نفخروا بمصدرت ليلنا العز اللي قال الله عز وجل فيه قَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُلُّ لَهِ إِسْوَاتٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهُ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وذكر الله كثيرا نعتز ونفتخره بقودوة الله والنبي صلى الله عليه وسلم وأي حاجة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كنديرها بفخر الحمد لله لا لبس وكل وشرب وواك بلوقت لكن في شرع الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله